هل سيكون البنك المستنف في هذه العمليات هو المرشد الأعلى علي خامنئي؟ بداية مساء الخير أنسى وجدان لكي والسادة المشاهدين بالفعل تعددت التكهنات حول طبيعة الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني الصاروخي في مطلع هذا الشهر وكانت على أولى التكهنات أو الاقتراحات هي ضرب إسرائيل للمنشآت النووية بالإضافة إلى المنشآت النفطية بالإضافة إلى وجود أهداف عسكرية ولكن من النظر إلى الوتيرة العالية والقوى المفرطة والعملية التي تستخدمها إسرائيل بات كل شيء متوقع برأيي أن تخفيف واشنطن والإدارة الأمريكية حدت تفاهماتها أو تصريحاتها مع الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل والتي باتت توصي ولا تعطي أيضا لا توجهات ولا أوامر يبدو أن إسرائيل عازمة على تسديد ضربة نوعية يعني الخبراء العسكريين يتحدثون داخل إسرائيل واتل أبيض بأن الضربة لا بد أن تكون على مستوى لإضعاط النظام الإيراني مستقبلا ولا يجب أن تكون ضمن قواعد الاشتباك يعني تسديد ضربة مقابل ضربة يعني توازيها بالقوة والشدة والنتائج لا الآن إسرائيل ترفع السقف لذلك يحاول نتنياهو الذي كان غارقا وفاشا يعني كان يتعرض لانتقادات حادة داخل المجتمع الإسرائيلي بسبب فشله في قطاع غزة نراه في غضون أسابيع قليلة الآن يشعر بنوع من النشوة والذي يحاول أن يظهر للمجتمع الإسرائيلي بأنه المنقد يريد استدعاء يعني أصورة غولدا مائير في أذهان الإسرائيليين واستدعاء المؤسس هذا الكيان دافيد بن جوريون لذلك هو الآن يعني بطبيعة علاقته مع الإدارة الأمريكية لا بد أن نشير إلى أن هناك نوع من الفتور الواضح بالطبع هي لن تصل إلى درجة القطيعة والمواجهة ولكن يبدو أن بن يمين تنياهو هو الذي يبادر وهو الذي يقود العصى وتأتي الإدارة الأمريكية أو سياسة الإدارة الأمريكية في تعاملها وتنسيقها مع تل أبيب كشيء لاحق لذلك نرى أن بايدن يوصي ولا يعطي أوامر يعني تسمي الصحافة الأمريكية ما يطلبه بايدن من نتنياهو بيهنها توصيات بالإضافة إلى أنها تشير إلى بالفعل هناك نوع من الأحباط وخيبة الأمل ولكن داخل الإسرائيل هناك شبه إجماع وحالة من النشوة سواء في المستوى العسكري أو المستوى السياسي بالإضافة إلى المعارضة يقولون دعنا نستفيد أو نستغل هذه الفرصة التي لن تتكرر ربما منذ خمسين عاما ألا وهي تسديد ضربة ضد المفاعلات النووية المفاعلات النووية في إيران كانت إسرائيل تقود رأس الحربة في عام 2020 عندما انخرطت الإدارة الأمريكية الجديدة الديمقراطية يعني في مفاوضات مع طهران في جنيف لكبح جماح الملف النووي خاصة بعد انسحاب ترامب من هذا الاتفاق ومحاولة بايدن وفريقه يعني تعزيز السبل الديمقراطية السبل العفن الدبلوماسية لكبح هذا جماح إيران في حيازة السلاح النووي كانت إسرائيل طالما تؤيد أو تطرح على الأمريكان بتسديد ضربة ضد المفاعلات النووية